مرحبا بكم في عالم المعرفة الصحية في هذا الفيديو سنكتشف أبرز ثمانية أطعمة تحارب التوتر والقلق بالإضافة إلى بعض النصائح الإضافية التي تساعدك إلى جانب هذه الأطعمة للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الراحة النفسية يعد القلق أحد أكثر حالات الصحة العقلية انتشارا حيث يؤثر على حوالي 7% من سكان العالم إنه مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات المختلفة مثل اضطراب القلق العام والقلق الاجتماعي والرهاب ويتميز بشكل عام بمشاعر التوتر والقلق والعصبية المستمرة التي يمكن أن تؤثر في جودة الحياة اليومية غالبا ما يكون الدواء مطلوبا كعلاج رئيسي ومع ذلك هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تقليل أعراض القلق بدءا من ممارسة الرياضة وحتى تقنيات التنفس بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها والتي قد تساعد في دعم وظائف المخ وتقليل شدة الأعراض ويرجع ذلك في الغالب إلى خصائصها المضادة للالتهابات التي تمكن الجسم من السيطرة على التوتر عن طريق خفض مستويات الكورتيزول أو ما يعرف بهرمون التوتر فيما يلي نستعرض لكم أهم ثمانية أطعمة تساعدك في التقليل من التوتر والضغط النفسي بالإضافة إلى بعض النصائح الإضافية التي تساعدك إلى جانب هذه الأطعمة للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الراحة النفسية أولا اللوز يحتوي اللوز على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والزانك تلعب هذه المعادن دورا حيويا في العديد من وظائف المخ وجدت بعض الدراسات أن انخفاض نسبة هذه المعادن في التغذية كان له ارتباط بارتفاع مستوى الضيق النفسي والقلق والاكتئاب والتوتر أشارت دراسة أخرى إلى أن زيادة استهلاك المكسرات بما في ذلك اللوز كان مرتبطا بانخفاض أعراض الاكتئاب يعد اللوز من أهم المصادر لفيتامين E الذي يعتبر من أحد مضادات الأكسدا والذي يعتقد حسب الأبحاث أنه يعزز وظائف المخ إلى جانب الدهون الصحية ثانيا البيض يعد البيض مصدرا ممتازا للبروتين الكامل الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور ومن أهمها التريبتوفان الذي يساعد في تكوين السيروتونين وهو ناقل عصبي كيميائي موجود في المخ والأمعاء والصفائح الدموية يساعد في تنظيم الحالة المزاجية والنوم والذاكرة والسلوك يحتوي البيض أيضا على فيتامين دال بحوالي 6% من القيمة اليومية الموصى بها في بيضة واحدة كبيرة وجدت بعض الأبحاث أن انخفاض مستويات فيتامين دال قد يرتبط بزيادة أعراض الاكتئاب والقلق ثالثا الزبادي يحتوي الزبادي واللبن المخمر على البكتيريا الصحية لكتوباسيلوس وبيفيدو بكتيريا تشير الأبحاث إلى أن هذه البكتيريا لها تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ وفقا لإحدى الدراسات ارتبط تناول الزبادي الذي يحتوي على البروبايوتك يوميا لمدة 6 أسابيع بتحسن القلق والتوتر ونوعية الحياة لدى الإناث بعد انقطاع الطمث وجدت دراسات أخرى أن الأطعمة المخمرة يمكن أن تقلل من القلق الاجتماعي عند بعض الشباب وأن التناول البكتيريا الصحية يمكن أن يزيد من السعادة لدى بعض الأشخاص رابعا بذور اليقطين تعتبر بذور اليقطين مصدرا ممتازا للبوتاسيوم والمغنيسيوم وجدت دراسة أجريت عام 2008 أن انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم كان مرتبطا بمستويات عالية من الكورتزول بذور اليقطين هي أيضا مصدر جيد لمعدن الزنك وهو ضروري لنمو المخ والأعصاب أكبر أماكن تخزين الزنك في الجسم توجد في مناطق المخ المرتبطة بالعواطف أظهرت دراسة أجريت على مئة طالبة في المرحلة الثانوية أن مستويات الزنك في المصل كانت مرتبطة عكسيا بالطرابات المزاج بما في ذلك الاكتئاب والقلق مما يشير إلى أن زيادة مستويات الزنك في المصل يمكن أن يحسن الطرابات المزاج لدى بعض الأشخاص خامسا الشوكولاتة الداكنة تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلفونويد مثل الإبكاتيشين والكاتيشين وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة لها تأثيرات وقائية عصبية قد تفيد وظائف المخ على وجه الخصوص كما تزيد هذه المركبات من تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز مسارات إشارات الخلايا تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضا على نسبة عالية من التريبتوفان الذي يحاوله الجسم إلى السيروتونين الذي يساعد على تحسين وظائف المخ ويخفف القلق والاكتئاب الشوكولاتة الداكنة هي أيضا مصدر جيد للمغنيسيوم حيث أن تناول نظام غذائي يحتوي على كمية كافية من المغنيسيوم يمكن أن يقلل من أعراض التوتر والقلق وجدت إحدى الدراسات المقطعية التي أجريت على 13626 مشاركا أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة كان لديهم أعراض الاكتئاب أقل بكثير مقارنة بأولئك الذين نادرا ما تناولوا الشوكولاتة الداكنة ملاحظة عند اختيار الشوكولاتة الداكنة احرص على أن تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر وتأكد أيضا أنها لا تحتوي على فائض غير ضروري من السكر المضاف ولا تحتوي على أي إضافات أو مواد كيميائية مخفية سادسا البابونج يستخدم العديد من الأشخاص حول العالم شاي البابونج كعلاج عشبي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات مما قد يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالقلق وجدت إحدى الدراسات أن تناول 1500 ميلي جرام من مستخلص البابونج يوميا بمعنى تناول كابسولة تحتوي على 500 ميلي جرام ثلاث مرات يوميا أدى إلى تقليل أعراض القلق شهدت إحدى الدراسات العشوائية التي استمرت 38 أسبوعا والتي أجريت على 179 شخصا يعانون من اضطراب القلق العام انخفاضا كبيرا في الأعراض بعد تناول 1500 ميلي جرام من مستخلص البابونج يوميا مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك سابعا الكركم يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وقد ثبت أنه يساعد على تقليل القلق عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يزداد غالبا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب وقد يساعد أيضا في منع تلف خلايا الدماغ المرتبطة بالالتهاب المزمن وفي دراسة عشوائية صغيرة تبين أن تناول جرام واحد من مكملات الكركمين يوميا لمدة ثلاثين يوما يقلل بشكل ملحوظ من درجات القلق مقارنة بالعلاج الوهمي ملاحظة يجب على الأشخاص مناقشة المكملات الغذائية مع طبيبهم إذا كانوا مهتمين بمنتجات تحتوي على جرعات عالية من الكركمين ثامنا الشاي يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى إلثيانين وهو حمض أميني تمت دراسته لمعرفة آثاره الإيجابية على صحة الدماغ والقلق فتبين أنه يتمتع بتأثيرات مهدئة ومضادة للقلق وقد يزيد من إنتاج السيروتونين والدوبامين وجدت إحدى الدراسات أن تناول 200 مليجرام من إلثيانين يحسن الاسترخاء والهدوء الذاتي مع تقليل التوتر في التجارب التي أجريت على البشر في إحدى الدراسات العشوائية أبلغ المشاركون الذين تناولوا مشروباً يحتوي على إلثيانين عن انخفاض كبير في التوتر الشخصي وانخفاض مستويات الكورتزول إذا كنت تبحث عن الاسترخاء فالشاي الأخضر يعتبر خياراً مفضلاً مقارنة بالقهوة فيما يلي نقدم بعض النصائح الإضافية التي تساعدك في التغلب على التوتر والقلق بشكل أفضل وأسرع أولاً تجنب الأطعمة التي تسبب الإجهاد وترفع مستويات الكورتزول في الجسم مثل الكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والأطعمة الغنية بالسكر والكربوهايدرات البسيطة مثل الكعك والمعجنات والمشروبات الغازية ثانياً تناول الطعام بشكل منتظم ولا تتخطى وجبات الطعام تناول الطعام وفقاً لجدول منتظم كل ثلاث إلى خمس ساعات لأن ذلك يساعد في موازنة مستويات السكر في الدم إن وجود حالة مزمنة من انخفاض سكر الدم يشكل ضغطاً على جسمك ويمكن أن يزيد من هرمون الكورتزول لذلك فإن الحفاظ على توازن مستوى سكر الدم يمكن أن يكون مفيداً للغاية ثالثاً ممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم وإدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة لأنها يمكن أن تضع جسمك في حالة طويلة من الالتهاب وصلنا إلى نهاية رحلتنا في التعرف على أفضل ثمانية أطعمة لمقاومة التوتر والقلق للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الاطلاع على المصادر والمراجع الموثوقة الموجودة في صندوق الوصف إذا كنت قد استمتعت بهذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة مليئة بالنصائح الصحية المفيدة ترجمة نانسي قنقر